المجاميع المسلحة مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى كردستان العراق بهذه العبارة وجه رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني سهام الاتهام لميليشيات الحجد مع اتساع فجوة الصراعات السياسية بين سلطات بغداد وأربيل فبحسب البارزاني الذي دق ناقوص الخطر من تفاقم الآفة الآخذة بالارتفاع فأن الميليشيات تستغل الفوضى وتعدد القرار ضمن حدود محافظات كردستان العراق والمجاورة لها حيث تعيق مكافحة المخدرات لأنها بالأساس جزء من شبكات الاتجار بها وتحديدا تلك القادمة من خارج العراق وفي ذات الاتجاه يذهب وزير الداخلية عبدالأمير الشمري مقرا بأن العراق بات وجهة رئيسة لتهريب المخدرات دون الإشارة إلى دور الميليشيات المنخرطة في ذلك ولأننا مؤمنين أن نسبة كبيرة من المخدرات تدخل العراق من خارج الحدود عملنا على وضع الخطط الكفيلة بمعالجة هذه الجزئية ومنها توفير الأجهزة الخاصة بالكشف عن المخدرات في المنافذ الحدودية ولا يبدو أن المنافذ غير الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات نصيبا من الخطط التي تطرق عليها الشمري إذ تشير تقارير دولية إلى أن المعابرة ما زالت تدر على الميليشيات عائدات ضخمة عبر عمليات التهريب مع إيران وسوريا نظرة عميقة إلى الأرقام الرسمية عن عدد تجار ومتعاطي المخدرات الذين تضاعف تعدادهم خلال هذا العام تقود إلى حقيقة مفادها عدم وجود نية حكومية حقيقية لمعالجة هذه الأزمة وما يعزز هذا السيناريو القاتم هو تأكيد النائب هادي السلامي أن الأحزاب السياسية والميليشيات منخرطة على حد سواء في تجارة المخدرات وأن هناك تبادل ملفعة بين هذه الأطراف ونية مبيتة لتحويل المخدرات إلى سلاح يدمر العراق وشعبه